طقس المغرب أهلا بكم أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة والآن إلى التفاصيل ولكن قبل ذلك ما ننسوش الديروجين بشيصلكم كل جديد تتوقع المدير العام للأرصاد الجوية بالنسبة ليومه الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بعدد من مناطق المملكة بما في ذلك الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية وشمال الريف كما يرتقب بحول الله تشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي فضلا عن نزول قطرات مطارية متفرقة مع احتمال بروز رعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما على السواحل الوسطى وجنوب المملكة مع تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقالم الجنوبية وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين عشرة وستة عشر درجة بالأطلس وما بين اثنان وعشرون وثمانية وعشرون بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة وستكون ما بين سبعة عشر وثلاثة وعشرون درجة بباقي الأرجاء أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض طفيف بشمال المملكة وبالمنطقة الشرقية بينما ستطفع بباقي جهات المملكة وسيكون البحر قليل هيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل هيجان إلى هائج موقعا في الصباح الباكر بالبوغاز وقليل هيجان إلى هائج ما بين رأس عرتيل والمحمدية وهائجا إلى محليا وقوي الهائجان بباقي السواحل نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء